كغيرها من المجتمعات حول العالم وجدت المجتمعات العربية نفسها أمام مسار إجباري نحو نانخراط فيما اصطلح على تسميته عصر العولمة مدفوعة في ذلك بما يحياه العالم من ثورة تكنولوجية ومعلوماتية حولت العالم فعلية إلى قرية كونية صغيرة وعلى الرغم من أن فكرة إيجاد قوة تدير العالم كانت من إبداع المنتصرين في الحرب العالمية الثانية وكانت دافع من ورائها عسكريا في المقام الأول إلا أن مصطلح العولمة اتسع ليشمل السياسة والاقتصاد والثقافة بصورة تضمن سيطرة النموذج الحضاري الغربي على مجمل المشهد العالمي أما عن المجتمعات العربية فقد دخلت عصر العولمة من دون استعدادات كافية تحفظ لها نوعا من التميز عن غيرها الأمر الذي نجم عنه تمس لهوية قطاعات من الشباب العربي إذ أزيلت الحواجز الجغرافية والثقافية والقانونية أمام البضائع والثقافة الوافدتين فأثمر ذلك نوعا من العادات الاستهلاكية والثقافة التشاركية التي تجمع الناس على اختلاف بلدانهم ومعتقداتهم بل بلغ الأمر من الخطورة أن يدعوا البعض إلى صياغة دين جديد في المنطقة العربية بهدف تحقيق المصالح التي تعرقل الهوية الدينية تحقيقها على حساب مصالح الشعوب العربية ومقدساتها وحقوقها الثابتة غير أن العولمة بالطبع لم تحمل فقط كل سلبي إذ أن زوال الحواجز والتشاركية الدولية في الثقافة والاقتصاد أوجدت نوعا من السلام العالمي القائم على المصالح المشتركة بين مختلف الدول والمجتمعات ما يفرض على العرب وفي القلب منهم الشباب أن يتفاعلوا مع معطيات العولمة مع الحفاظ على هويتهم العربية والإسلامية وتمايزهم الحضاري عن غيرهم من المجتمعات